لو بيدي يا حيين كين تبع لأمك وتوسد وياك وسباحي بدمك يا ابنو يا الحالي لاجه بينك وبيني بصوت المرح وافضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المسماه بالسماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى بضعتك فاطمة الزهر سيدتي وسيدة نساء العالمين وعلى ولديك إمامي الهدى وسبطي الرحمة الحسن والغريب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله سادتي ما خياب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم أنتم باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة إن كان إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بوادي الطايف كي نسقيها هذا يوم الجمعة ولا تنتظر إلا أن نذهب إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه فوالله لو كشف الحجاب عنا لرأينا بمقدمهم رسول الله والأنبياء والزهراء والأمة والملائكة كل ينادي وحسينا إن كان إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بوادي الطايف كي نسقيها فعسى أن أبو المضاجع فتية ما بلت الأرض من حيش من حيش وقفت عقيلة حيدرين مذعولة تصغي لصوت أخي هذه نساء كمن يكون وإذا انسر بالأثر سائقها وما ينحا ديها أيا سوقها زجر بضرب متون والشمر يحدوها بسب أبي عجبا عجبا لها بالآية أمس أنت تصنع واليوم آل أميتين تبدي والله ما تايم لولاك الفرض يا حسين ما تايم ما تايم وحق قلبك المنثلي ما تايم ما تايم لك في قلوبنا يحسين ما تايم نبجي عليك يا ابن الزهر الزجية والله نبجي عليك يا ابن الزهر يا 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 الزجية المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم آمنا بالله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وقال مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام البكاؤون خمسة آدم النبي ويعقوب ويوسف ويوسف عليهم السلام وجدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وجدنا زين العابدين علي بن الحسين لتعجيل فرج المولى صاحب الأمر والزمان لقضاء الحوائج للرحمة للموتى لعافية الأحياء لتفريج الهموم والغموم عن شيعة أمير المؤمنين أرفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد الله وعلى محمد وآل محمد البكاء حالة طبيعية قد خلقها الله في الإنسان كما قال تعالى في كتابه وهو الذي أضحك وأبكأ حال الله سبحانه وتعالى خلقها في الإنسان بأن الإنسان إذا صابه هم أو غم أو مصيبة فهذا تنفيس هذه الدموع التي تنحدر من الإنسان تنفس عن أشياء كبيرة وثبت علميا بأن البكاء دواء لكثير من الأمراض النفسية ثق واعتقد بأن هناك أمراض لولا أن الإنسان ينفس عن نفسه فيبكي لوصل إلى مراحل قد تصل إلى الجنون فالبكاء على نوعين عندنا عندنا بكاء الجزع والعياذ بالله بأن الإنسان يجزع من أمر الله سبحانه وتعالى وهذا طبعا مرفوض لأن أكو بعض الناس سبحان الله لأتفه الأسباب يجزع من أمر الله إن صبرتم أجرتم والقضى جاري وإن جزعتم كفرتم والقضى جاري في كل تلحظتين القضاء قضاء الله سبحانه وتعالى اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطفة فيه هذا من ناحية من ناحية أخرى أن البكاء المندوب الذي بكهمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى ومعروف في صحاح المسلمين جميعا لما توفي إبراهيم أو الطاهر أو القاسم أبناء النبي صلى الله عليه وآله القول المشهور من رسول الله القلب يحزن والعين تدمع وإنا على فقدك يا إبراهيم لمحزنون لو كان أن البكاء مطلق البكاء حرام لما بك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو أن البكاء حرام لما ذكره القرآن في قضية يعقوب ويوسف أولا من البكاء كما قلنا آدم آدم الله سبحانه وتعالى جعله وزوجه حواء في الجنة قال لهم لا تقرب هذه الشجرة هذه الشجرة لا تقرب إليها فوسوس إليهما الشيطان طيب فعصى آدم ربه من باب ترك الأولى وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعصي الله سبحانه لكن هذا من باب ترك الأولى عموما أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق بكى آدم على ذنبه ألف سنة حتى أن دموعه كانت تجري على خديك الوديان كان يتشفع إلى الله بالبكاء يتضرع إلى الله بالبكاء مهو كل عين يوم القيامة باكية إلا عينان عين حرست في سبيل الله وعين بكت على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلام عليه اللهم وصلى على محمد وعلي وعلي وهذا كلام النبي كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أيضا عندنا نبي الله يعقوب بكى على ولده يوسف في السنين التي غد غاب فيها نبي الله يوسف عنه بكى بكاء شديدة تقول الرواية حتى بيضت عيناء يعني صار أعمى من شدة البكاء والقرآن ما قال له هذا حرام لماذا لماذا تبكي يا نبي الله يعقوب مع أن يعقوب نبي ويعلم بأن يوسف ابنه حي يرزق إلا أنه كان يبكي على شنو على حر الفراق لأنه فارق جمال نبي الله يوسف لأنه يعلم أن نبي الله يوسف وكان 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 يبكي على فراقه بكى حتى خضلت لحيته من دموع عينيه حتى انقلب سواد عينه إلى بياض فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم أي صار أعمى القرآن ما منع نبي الله يعقوب قال له لماذا بكيت حتى صرت أعمى أبدا نبي الله يوسف أيضا كان من البكائين تقول الرواية بكى في السجن ليلا ونهار كان يبكي أيضا على فراق أبيه يعقوب وكان يبكي بكاء شديد حتى تأذى منه أهل السجن فقالوا له يا يوسف إما أن تبكي نهارا وتسكت ليلة أو تبكي ليلا وتسكت نهارا فصالحهم على واحدة تقول الرواية وعندنا أيضا من البكائين مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه وعليه الزهراء بكت على فراق أبيها وعلى جمال أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بالكم بأنه من أنات الزهراء عندما ضرب ستار بينها وبين القوم تقول الرواية أنت أنه أجهش لها القوم ثلاث ساعات من النهار من البكاء بأن واحدة فكانت فكانت تبكي بكاء مرة حتى تأذى أهل المدينة وجاءوا إلى أمير المؤمنين قالوا يا علي صالحنا مع الزهراء على واحدة إما أن تبكي نهارا داخل المدينة وليلا خارج المدينة أما أنها تبكي ليل ونهار نحن لا نستطيع على ذلك أبدا فصالحهم أمير المؤمنين فكان يأخذها نهارا إلى بيتا يسمى بيت الأحزان وكانت تبكي إلى جنبها ولديها الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما وفي الليل كانت تأتي وتبكي على أباها رسول الله خمسا وسبعون يوما إلى أن أدركتها المنية بأبيه وأمه فكانت من البكاءين بأبيه وأمه الذين قد بكت لهم السماء والأرض على بكائها على نياحها بأبيه وأمه ثم يأتي بالمرتبة الأخيرة من البكائين الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه الآن أترك هذا الموضوع حتى أرجع له بزين العابدين صلوات الله وسلامه الآن السؤال المطروح والذي يطرح سنويا وعلى الملأ هل البكاء على الحسين مشروع أم لا وما هو ثواب البكاء على الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وما مشروعية البكاء على الحسين ومن بكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه جملة من الأسئلة تطرح في كل سنة ويجيب عنها الخطباء الفضلاء أثابهم الله في الدنيا وفي الآخرة ورحم الله الماضين منهم وأيد الباقين بحق الصلاة على محمد وآل محمد مع ملاحظة شديدة أن أول من بكى على الحسين هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بكى الجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصلحاء والحكماء والملائكة والكروبيين في أي عالم في عالم الخليقة الأولى عندما اكتمل بناء الخليقة أمر الله القلم أن يكتب على اللوح أسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فراح ذلك القلم يكتب على اللوح أسماء المعصومين بدعاً برسول الله أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشع عن نور وما أرسلناك إلا رحمة العالمين نور بالسماوات وفي الأراضين نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوالت أسماء المعصومين اسماً بعد اسم كما يقول شيخنا الأوحد على الله مقامه الشريف في التفسير في الجزء الثالث من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة يقول إلى أن وصل إلى اسم الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه فلما خط القلم على اللوح اسم الحسين حرف الحاء خط ذلك خط ذلك القلم على اللوح فاصطبقت الدنيا باللون الأحمر فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وبكى أمير المؤمنين وبكت الزهراء والحسن والحسين ثم الملائكة ثم الأنبياء ثم الحكماء ثم الصلحاء فشيعة آل محمد من ذلك العالم يبكون على الحسين صلوات الله وسلامه عليه والبكاء الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله عندما ولد الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وجاء إلى النبي البشير أن فاطمة الزهراء قد ولدت ولدا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فجاء النبي صلى الله عليه وآله وحمل ولده الحسين ثم أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ثم حنكه بريقه المبارك وأربعين صباحاً كان الحسين لا يرضع إلا من إبهام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى اشتد لحمه وعظمه من إبهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول الرواية فلما نظر إليه رسول الله سالت دموعه وأخذ يجهش بالبكاء حتى خضلت لحيته من دموع عينه سألته الزهراء وهي العالم بأبيه أو أمه أبا يا رسول الله وما يبكيك لماذا تبكي على هذا الوليد قال على ما يجري عليه من عصابة يدعون إنهم من أمتي لا أنا لهم الله شفاعتي حيث يذبح عطشانا غريبا وحيدا فريدا بأرض يقال لها كربلاء يذبح ذبح الكبش والخراف بأبيه فأول من بكى على الحسين وأقام عزاء للحسين ونزلت دمعته على الحسين هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالبكاء على أبي عبد الله الحسين صلى الله وسلامه عليه ليس ببدعه لأن البكاء على الحسين بأبيه وأمه له من الثواب العظيم والأجر العظيم الذي قد لا يتصوره كثير من الناس لكن المشكلة تدري نواقع فيها هي المشكلة المشكلة أن كثير من الناس لا يعرفون من هو الحسين صلى الله عليه وسلم والله العظيم لو عرف العالم كل العالم يا رجل والله العظيم هؤلاء المسيحيين البوذ السيك هذول غير المسلمين هذا غاندي يقول والله كرة الأرضية بأكملها ولكن أيها يا معاشر المسلمين عندكم أكثر من شمعة لا تستطيعون الاستضاءة بها هل قاعدين نضيع واحد يجي يستهزئ بالمجالس الحسينية يقول ما عندهم هؤلاء الشيع يجلسون ويبكون ويلطمون وهذا حرام وهذا كذا وهذا كذا وهذا من الجزع لا 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 أبدا البكاء على الحسين ليس من الجزع أبدا المشروعة التي قام بها رسول الله ولكم في رسول الله أسوة حسنا فمن أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأفعاله وأقواله وأعماله فليتبع النبي بكل شيء لا يأخذ جزعا ويقتطع جزعا آخر هذا لا يقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالبكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه جئت ببعض الأحاديث في فضل ثواب البكاء على الحسين بن علي صلى الله وسلامه عليه أولا عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلى الله وسلامه عليه يقول من بكى على جدنا الحسين بقدر جناح بعوضه كان ثوابه عند الله الجنة الإمام جعفر بن محمد الصادق صلى الله وسلامه عليه والإمام الرضا صلى الله وسلامه عليه بل هذا مجمل الأئمة الذين أتوا بعد الحسين تقول الروايات إذا كان جاء عاشورا بانت عليهم الكآبة والانكسار والخشوع والتذلل ولبس السواد وأرخوا الدموع يبكون على أبي عبد الله الحسين بل ويحثون المؤمنين على البكاء على الحسين صلى الله وسلامه عليه فالإمام جعفر بن محمد الصادق يقول من بكاء على جدي الحسين ولو بقدر جناح ذبابه وجبت له الجنة وهذا كلام وعد من 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 إمام صادق مصدق صلى الله وسلامه عليه عميد المذهب الجعفري الإمام جعفر بن محمد الصادق صلى الله وسلامه عليه وعن أبي هارون المكفوف أيضا عن الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه قال رحم الله من بكاء وتباكى على جدي الحسين صلى الله وسلامه عليه وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق أيضا قال من أنشد بالحسين شعرا فأبكى واحد رجل واحد يبكي وجبت لهم الجنة الذي يلقي الشعر والذي يبكي من بكى أو تباكى على الحسين فوجبت له الجنة من ألقى شعرا في الحسين فبكى الناس له وجبت للملقي وللمتلقي الجنة صلى الله وسلام عليك يا أبا أبا أيضا قال الإمام الرضا صلى الله وسلام عليه لدعبل من ذرفت عيناه دخل عليه دعبل ذات يوم وكان الظهر في شهر محرم تقول الرواية الإمام قال لأصحابه تدنو تدنو حتى قال لدعبل اقبل إلينا أجلس تقول الرواية دعبل يقول فقام الإمام الرضا عليه السلام فضرب ستارا في بيته ثم أتانا بشيء كهيئة المنبر يعني ككرسي أو غيره ثم قال اجلس يا دعبل هنا وأنشدنا على جدي الحسين شعرا يقول فأنشدت ماذا قال الإمام صلى الله وسلامه عليه قال يا دعبل من ذرفت عيناه على مصائبنا وبكى على مصائبنا أهل البيت وخصوصا على جدي الحسين حشره الله معنا في زمرتنا يوم القيامة هذا كلام الإمام يا مؤمنين كلام الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يا دعبل من بكى على مصاب جدي الحسين ولو بجناح بعوضه غفر الله له ذنوبه البته ولو كانت كزبد الباحر بفضل إمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا دليل على ماذا يا مؤمنين دليل على مقام الحسين صلوات الله وسلامه هذا فقط في البكاء على الحسين فما بالك بالحسين كما سوف يأتي وقال الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه من ذرفت أيها المؤمنون من ذرفت عيناه على مصاب جدي الحسين حتى تسيل دموعه على خديه بوأه الله في الجنة غرفا يسكنها وأي مؤمن مسه أذا فينا صرف الله عنه أذا يوم القيامة الإمام الحسين مرات أنت تأخذك الحماس أو يأخذك حرارة مصاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه فتسيل الدموع على خديك لحرارة مصاب الإمام الحسين ما هو رسول الله يقول إن لولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد إلى يوم القيامة وقال الإمام جعفر بن محمد أيضا من ذكرنا عنده وذكرت مصائبنا عنده ففاضت من عيناه مقدار جناح ذبابه من الدمع غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين وإنه ليأتي يوم القيامة شافعا مشفعا ببركة دموعه التي قد سالت على جدي الحسين صلوات الله أسألك بالله أسألك بالله كيف رعظيم هذا الحسين الذي بكاء على الحسين يوصلك إلى هذه المرتبة الكبيرة الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا يقول رحم الله رحم الله شيعتنا لقد شاركونا بالمصيبة والحسرة بطول الحزن على الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا دليل أيضا واضح من الإمام لاحظ الحديث العجيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزهراء تقول دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ثم النبي ظاهر رعى الحسين فالتقف أخذه وضعه على صدره في بيت الزهراء فأخذ يبكي رسول الله تقول الزهراء اشتد بكاء النبي اشتد بكاء النبي اشتد بكاء النبي وهو يضم الحسين إلى صدره يضم الحسين إلى صدره وكلما بكى نادى وولداه وحسين قلت أباه أباه ولم تفعل هذا مع هذا الصبي إنه صبي صلى إمام الحسين قال لما يجري عليه من بعدي تقتله عصابة تدعي أنها من أمتي لا أنا لهم الله شفاعة قالت ومتى يكون ذلك قال في زمان خالم مني ومنك ومن أبيه ومن أخيه قالت تقول الزهراء فارتفع صوتها الآن الزهراء بدأت تبكي على ولدها الحسين قالت أبا ولدي هذا يقتل في زمان خالم مني ومنك ومن أبيه ومن أخيه إذن من يبكي على ولدي الحسين ومن يقيم له العزاء بشر نفسك أيها المؤمن بشر نفسك أيها الموالي واعلم لماذا خلقك الله سبحانه وتعالى والله يا مؤمنين إن ذكر الحسين عباده إن البكاء على الحسين عباده لله سبحانه وتعالى لأن الحسين من الله وإلى الله وفي سبيل الله لأن الحسين من الله وإلى الله وفي سبيل الله في كل أحواله بأبيه وأمني قالت أبا إذن من يبكي على ولدي الحسين اسمع الحديث قال النبي سوف يخلق الله له شيعة اللهم اجعلنا من شيعة الحسين اللهم اجعلنا من شيعة الحسين سوف يخلق الله له شيعة يبكون عليه ويقيمون المعاتم ما تجدد الزمان زمانا بعد زمان إلى يوم القيامة قالت أبا فما جزاؤهم منا ما هو الجزاء الذي يصيب هؤلاء شيعة الذين يقيمون العزاء على الحسين ويبكون على الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال فإذا كان يوم القيامة شفعت أنا لرجالهم وأنتي لنسائهم فوالله لا ندخل الجنة إلا وهم أمامنا ببركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه فالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ذلك العملاق الكبير في سبيل الله حديث آخر عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قال سمعت أبي الحسين يقول والله إن الباكين عليه الإمام الحسين يقسم في هذا الحديث يقول والله إن الباكين عليه وعلى مصابي عارفين بحقي ليدخلون الجنة والناس في عرصات القيامة يدخلون الجنة قبلهم بأربعة مئة عام ببركة البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه فالبكاء على الحسين فيه ثواب عظيم البكاء على الحسين فيه تنفيس للأحزان بأبي هو وأمي لأن الحسين ذلك الرجل العملاق الذي قد ترك كل شيء في سبيل الله الإمام الحسين أعطى جميعا الذي ملكت يداه في سبيل الله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أعطى ذلك في لوجه الله سبحانه وتعالى ما كان يريد ملكا أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله ورسوله أولى بالحق فالإمام الحسين خروجه ثورته لعجل الحق لإقامة الحق لأنه رأى الموازين قد قلبت فأراد أن يقومها بأبيه وأمه فكان الحسين ذلك الثائر الذي خرج في سبيل الله سبحانه وتعالى لا تأخذه في الله لو متلائم أبدا وشايف الإمام الحسين كثر أعطاه في سبيل الله من خروجه من وطن جده إلى كربلا من إلى مكة ثم من مكة إلى كربلا وما قاس في هذه الأشياء فالله سبحانه وتعالى تستكثر على الله إذا أنت نزلت منك دمعة رحمة على الحسين أن الله يعطيك هذا الثواب الكبير بل هذا رحمة دعنا نعطيك حديث آخر الإمام الصادق يقول كلنا سفن النجاة ولكن سفينة جدي الحسين شنو؟ أوسع بعد وأسرع يقول وهو هدو أBe didn then email الإمام الباقر وأخذت بالفعل ك PRESID Lन جدي يأخذ بالفعل ابيه يأخذ بحوزة الحسين والحسين يأخذ بحوزة الحسن يأخذ بحوزة امير المؤمنين وامير المؤمنين يأخذ بحوزة الزهراء والزهراء تأخذ بحوزة رسول الله ورسول الله ممسك بساق العرش يقول اي رب نجي شيعتنا من هلكات القيامة الهي وسيدي ومولاي في هذا اليوم تقول الرواية فينادي مناد من بطنان العرش اين البكاؤون على الحسين اين البكاؤون على الحسين عليه السلام اين الذين يرخصون دموعهم في سبيل الحسين اين الذين ترق قلوبهم للحسين ذات يوم بلال مرة تأخر عن الاذان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا بلال لماذا تأخرت عن الاذان قال مررت على الزهراء وانا على بيت الزهراء وانا في طريقي الى المسجد فسمعت الحسين يبكي سمعت الحسين يبكي فطرقت الباب قلت لها يا ابنة رسول الله بعد السلام عليها واستماع الجواب قلت لها يا ابنة رسول الله اما ان تقومي بعمل البيت وانا اسكت الحسين واما ان اقوم انا بعمل البيت وانتي تسكتين الحسين قالت بل لا اسكت الحسين اخذ الحسين ولاعبه وانا اقوم بعملي في البيت يقول فلاعبته حتى هدأ خاطره الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فلما فرقت الزهراء جزتني خيرا قالت انصرف إلى شأنك يا بلال قال رحمت فاطمة والحسين يا بلال رحمك الله يا بلال كما رحمت ولدي الحسين يا بلال إن ولدي هذا يذبح عطشانا غريبا في أرض يقال لها كربلاء بين عصابة من أمتي لا أنا لهم الله شفاعت حديث متواترة في الحسين صلوات الله وسلامه عليه أما في فضل زيارته بأبيه وأمه الحسين بأبيه وأمه أعطي ثلاثا وهو لما ولد رفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطي ولدي الحسين ثلاث لم تعطى لنبي ولا لوصي نبي ما هي يا رسول الله قال الشفاء في تربته هذا سر من أسرار الحسين صلوات الله وسلامه وإن شاء الله نتوفق لنذكر تربة الحسين والاستشفاء بتربة الحسين صلوات الله وسلامه الشفاء في تربته بعد قال الدعاء مستجاب تحت قبته فمن أراد استجابة الدعاء الحتمي فليذهب تحت قبة الحسين فإن الله سبحانه وتعالى قد أوكل أربعة آلاف ملك شعثا غبراء ونوقفين هذولا على قبر الحسين يسجلون أسماء زوار الحسين والباكين على الحسين والراقة قلوبهم على الحسين فإذا مرض ذلك الرجل عادوه يأتون إليه تلك الملائكين وإذا طلب حاجة من الله رفعوها إلى الله أمنوا على دعائه وإذا مات ذلك الرجل أو تلك المؤمنة شيعوه إلى القبر ثم يزفونه إلى الجنة ببركة الحسين وآل الحسين صلوات الله وسلامه عليه أعطي ولدي الحسين ثلاث لم تعطى لنبي ولا لوصي نبي الشفاء في تربته والدعاء مستجاب تحت قبته بعد والأئمة من ذريته صلوات الله وسلامه عليه فالحسين ذلك العملاق الذي كان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأبيه وأمه فالحسين عليه السلام الملائكة تقيم على قبره تسجل أسماء زواره وعندنا في فضل ثواب زيارة الحسين والبكاء والتباكي أثناء الزيارة من الفضل العظيم الذي لا حدود له يا مؤمنين وأسمعوا بعض الروايات المؤكدة عن أعلامنا الأعلام رحم الله الماضين منهم علمائنا الأعلام رحم الله الماضين وأيد الباقي أولا في فضل زيارة الحسين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لابن ريان يا ابن ريان أتزور جدي الحسين كل يوم قال لا يا ابن رسول الله قال كل أسبوع قال لا يا ابن رسول الله قال كل شهر قال لا يا ابن رسول الله قال في السنة مرة قال إيه ابن ريان والرائح أنه المسافة بعيدة بينه وبينه وبالمدينة والحسين في كربلاء قال المسافة بعيدة يا ابن رسول الله ممكن أنا بالسنة أتمكن فأزوره قال يا ابن شبيب أو يا ابن ريان زر الحسين عن بعد أو عن قرب قال وكيف ذاك قال تتوضأ وتصعد على سطح دارك ثم تتوجه ناحية الحسين وتقول وترفع يديك وتقول ثلاثا السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم ففي فضل زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه أشياء وبركات كبيرة في الرواية عن الإمام الرضا من أرى من تعسرت عليه حاجة فليزر جدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويطلب من الله حاجته وخصوصا وخصوصا زيارة عاشراء يا مؤمنين زيارة عاشراء لها وقع كبير على نفوسنا جميعا أولا في بركات زيارة عاشراء بأنه من زار الحسين زيارة عاشراء يا شباب نحن والله العظيم جاي نقضي الأيام والليالي نضيع الساعات أمام هذا التلفزيون وأمام غيره نضيع الساعات والأيام والليالي يعني عندنا ما تمل من هذا المسلسل تسعة وتسعين حلقة مستعدة تابعة ويا ويل إذا طافت حلقة منه كم من الوقت يستهلك هذا أو أنه يفتر بهالشوارع بهالمولات وما أعرف إيش كم من الوقت هذا يستهلك يستخسر يقف ربع ساعة نص ساعة في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه زيارة عاشراء ولكن ترى هذه والله يبي لها توفيق يا مؤمنين يبي لها توفيق من الله سبحانه وتعالى لأن من كل واحد يتوفق لزيارة الحسين بأبيه وأمي هذا مكتوب في ساق العرش من زوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومكتوب في ساق العرش من البكائين على الحسين صلوات الله وسلامه عليه فزيارة عاشراء في فضلها بأنه من زار الحسين أربعين صباحاً زيارة عاشراء قضى الله له ما شاء من الحوائش شوف شون أنت تطلب واحد يطلب ذرية واحد يطلب عافية من الله واحد يطلب وهناك قصص كثيرة لا تنتهي قد حلت ببركة زيارة الحسين وزيارة عاشراء لأن فيها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها مكان للإمام الحسين حتى أنت يقع في قلبك حب الحسين وتتقرب إلى الحسين أكثر وأكثر فزيارة عاشراء فيها من المنافع الكبيرة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى يا مؤمنين لا نضيع الحسين فنضيع والله العظيم إذا ضيعنا الحسين ضعنا بأكملنا يا مؤمنين الله الله في حسين وآل حسين يا شباب لا تقرنكم الدنيا بغرورها الإمام الحسين صادق مصدق يقول خط الموت على ولد آدم مخط القلاد على جيد الفتاة وما أولهني اشتياقي إلى أسلافي اشتياقي عقوب إلى يوسف خير لي مصرع أنا لاقيه الدنيا هذه فانية زائلة تنتهي إلى الموت شئنا أم أبينا فمن الذي ينقذنا في تلك اللحظات اللحظات العصيبة اللحظات الكبيرة من المنقذات من هلكات الردى زيارة الحسين والبكاء على الحسين يا مؤمنين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حبي وحب أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالهن شديدة شديدة تلك الأهوال قبل أن أذهب إلى هذا الحديث وختام لاحظ من بركات زيارة الحسين أنه الإنسان في غرغرة الموت يا حار همدان من يموت يرني من ترى؟ هذا الكلام مع من؟ مع المداوم على زيارة الحسين مع المداوم في المجالس الحسين صلى الله وسلم أنا ذكرت حديث وأعيده والله العظيم خيرت الملائكة بين الجلوس في المساجد وبين الجلوس في مجالس أبي عبد الله الحسين فاختارت الجلوس في مجالس الحسين لما لها من الثواب العظيم الراجح حتى على المساجد ليش؟ الإمام الحسين صلى الله أمير المؤمنين له كلمة رائعة قد تصل إلى هذا المعنى يقول إن جلوسي في المسجد خير لي من جلوسي في الجنة إن جلوسي في الجنة فيه رضا نفسي بينما جلوسي في المسجد فيه رضا ربي لاحظوا البعد فالملائكة عندما تختار الجلوس وتهوى إلى مجالس الحسين ليس اعتباطا وليس تعصبا بل لأن مال الحسين من مكان عظيم عند الله يا مؤمنين والله العظيم لو لا الحسين وثورة الحسين ونهضة الحسين ودم الحسين لما بقي مسجدا عبدا أنت لا تتصور بأن الذين كانوا في ذلك الزمان فقط أنهم يريدوا أن يذبح الحسين لا والله كان الرجل صادق قال يقول سحقا سحقا لما سمع الأذان أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمدا وعلى محمد طيب قال ألا سحقا سحقا إلا أن يدفن هذا الاسم ولا يرفع على المأذنة له اسما ولا رسما أبدا أنت لا تصور الإمام الحسين ثارها الشيك القوترة لا الإمام الحسين كان يعلم بالمكيدة الكبيرة التي كانت على الإسلام والمسلمين فثار الحسين صلوات الله وسلامه عليه حتى ترتفع المأذن فما عادت المساجد ولا المأذن ولا أحياء الدين ولا أحياء الشريعة إلا بدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه لذلك عندما تأتي الملائكة إلى مجلس الحسين تعلم بأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو المجدد لهذا الدين المحمدي وذلك الأديب يقول إن الدين محمدي الوجود حسيني البقاء راه حسين هذا الكاتب العظيم العملاق يقول إن الدين أو العقاد يقول إن الدين محمدي الوجود حسيني البقاء لأن الإمام الحسين بثورته بالنهضة التي قد قام بها أحيا دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولنا في الليلة القادمة أيضا التقاء كبير مع الإمام الحسين صلى الله وسلامه عليه في شخصية الإمام الحسين في أخلاق الإمام الحسين في تهذب الإمام الحسين في عمل الإمام الحسين في تفاني الإمام الحسين لأن الإمام الحسين لا يحد في حال من الأحوال يا مؤمنين ولكن أختم وأقول أنه من البكائين قلنا أربعة ويبقى الخامس من زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه تقول الرواية ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومسجه بدموع عينه قالوا لي ابن رسول الله خاف عليك تموت خمس وثلاثون سنة أو أربعون سنة يا ابن رسول الله ما قدم إليك طعام ولا شراب إلا وقد مزجته بدموع عينه قال أكلوا ابن رسول الله مات جائعا أشربوا ابن رسول الله مات عطشانا تقول الرواية ذاته يوم مر بسوق القصابين بأبي هو وأمي سمع ذلك القصاب يقول لصاحبه أسقيت هذا الكبش ماء قال أنتم معاشر القصابين ألا تذبحون الكبش إلا أن تسقوه قال بلى قال يا بلى يا ابن رسول الله هذا سنة الإسلام هذا شريعة جد كرسول الله توجه ناحية كربلا وأرخى عينيه بالدموع زين العابدين صاحب يا حسين إن الكبش لا يذبح إلا أن يسقى ماء أما أنت فقد ذبحت عطشانا صحو نادي وحسينا ومظلوماه وعطشانا الرواية المؤكدة يقول دخل عليه ذلك الرجل قال يا ابن رسول الله أما أنا لهذا البكاء أن ينقضي أبو حمزة الثمالي يدخل على أمام زين العابدين قال له أما أنا لهذا البكاء أن ينتهي ابن رسول الله قال والله إن البكاء على الحسين لا ينتهي أبدا قلبي يا ابو حمزة آية ترى هتفتة ذايا بارك الله في هذه الحنة بارك الله في هذه الرنة حنة ورنة يحبها الإمام الصادق يقول والله إني لأحب تلك الحنة والرنة التي على أبي الحسين عليه السلام قلبي يا ابو حمزة ترى هتفتة ذايا مثل المصاب اللي دهايانا ما حد انصاي ذي يشلب دور اللي بمنازلهم يزهروا والليل كل من العباية دما يفتروا سبعة وعشرة فارقيتهم كلهم غصوا فوق الوطية خلفيتهم فوق الاتراب ولون شفت الجسم الذي علمسنات مطروي وذاك الشباب اللي صبايا آح العرس مذبور ولون شفت لك برمال ميتني بكثرة والله ما خلت لنا كربلا شيخ ولا عنشا ابو حمزة يقول انا اكلم الامام والامام مطرق برأسه الى الارض قلت مولاي ارفع رأسك اهلك لم يؤخذوا غيلة اهلك ما تركوا في الكوف وناء بيت الا فيه نائحة ونائحتين هنا يقول ازداد بكاء الامام قال والله ما نكست راسي لجل الزبح الصنادي ما قصروا بالغاضر يا زلزلوا البي ها سيدي لماذا قال نكس الراس دخول زنف ايه مجلسي زي ما عنسا حياة وحيا مهب طراء تصور هذا المنظر بيت الدعاء اسألك الدعاء ادخلوهم على يزيد في تلك الحالة يقدمهم الامام زين العابدين الجامعة في رقبته السلاسل في يديه ورجله ثم الجامعة ممتدة بحبل غليظ في رقبة زينب ثم عاتكة ثم سكينة ثم رقية ثم البنات الهاشمية بحيث لو سقطت واحدة سقطنا بكليته النبي ابيه واميه وقفوا امام يزيد لاحظوا المنظر تصوره بعينك يزيد الى جانبه احد المستشارين ملوت قال لان في المجلس زينب ابنة علي وقف يزيد قال من منكم زينب ما تكلمت اي والله اي والله تستحق الدمعة زينب من منكم زينب ما تكلمت وهي التي تقول في خطبتها والله انجرت علي الدواهي مخاطبتك اني لأستسخر قدرك واستكبر تقريعك لكن القلوب حرا والعيون دمعا الاء العجب كل العجب قتلك حزب الله النجبه بحزب الشيطان الضلقه زينب سلام الله عليها كانت كالجبل العشم زينب ما كانت تريد ان تكلم زينب يزيد ابن معاوية ابدا من من كم زينب ما تكلمت قال لتبي زينب تتكلم تبي زينب تنطق الان قال بلى قال عليك برأس الحسين مؤمنين اخذ قضيبا فيه من الخيزران اخذ ينكثنا يا ابي عبد الله ويضرب رأس الحسين ويلعب فيه شيبته وهو يقول لقد اسرع اليك الشيب ابا عبد الله مؤمنين هنا ضرب الحسين هو ضرب رأس الحسين ضربة قوية وان جاءت الضربة على شفة الحسين وتكسرت اضراسه هنا زينب صاحة شلت يمهينك يا يزيد ارفع قضيبك فوالله اني رأيت حبيبي رسول الله يقبل هاتين الشفتين ترج زينب تتكلم انا ازي اي 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 ومن قبل كانت في فنا دارها تحط الرحال يا الله أرفعوا أيديكم بالدعاء أسألك اللهم وأدعوك وأقسم عليك بحب الخلق إليك محمدا وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكيب السوء 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 يا الله أقسم عليك بحب الخلق إليك محمدا وآل محمد اجعلنا من خدام الحسين يا الله ومن الباكين على الحسين ومن الذين يتشرفون بزيارة الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا الله ولا عيبا إلا سترته ولا هما ولا غما إلا فرجته ولا رزقا إلا بصدته ولا سوءا إلا صرفته ولا مكروها إلا دفعته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا غضيته يا أرحم الروحمين اللهم ارحم علمان الماضين وأيد الباطين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين سيما الحكيم الإلهي والفقيه الرباني آية الله المعظم الحاج الميرز عبد الله اللهم أيده بتأييداتك يا رب العالمين المؤسسون لهذا المأتم الحاضرون السامعون اللهم اغفر لنا ولهم يا أرحم الروحمين وبلغ اللهم ثواب الفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والسادات والمؤسسون لهذا المأتم نهدي للجميع ثواب المحترمة الفاتحة مع الصلوات اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة